الأصل والصورة أنا أصل اللعبة دي في كل لعبة هتلاقي دايماً النادي الأهلي هو الأصل ومهما حاولت تستنسخ من اللعبة دي أو من الأصل ده هتفضل دايماً صورة النهاردة 11 سبتمبر 11 سبتمبر 1930 كان أحد اللي نقدر نقول عليهم من أصول النادي الأهلي مولد الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه 11 سبتمبر 1930 بعد 18 سنة بالزبط بيبدأ الكابتن صالح سليم مشوار تحقيق بطولة الدور العام بالرقم القياسي 9 ألقاب الكابتن صالح سليم الأصل اللي هتلاقيه دايماً في القرى في الفن هتلاقيه دايماً أصل ولوه كازمة ولو نجومية الكابتن صالح سليم صاحب فيلم السبع بنات كان هو برضو صاحب الرقم القياسي اللي بيسجل سبع أهداف في مباراة واحدة كان لعب المصري الوحيد اللي سجل السبع أهداف أمام الإسماعيلي في مباراة انتهت تمانية واحد الغريب إن كان فيه ركل الجزاء للنادي الأهلي في المباراة دي رفض إن هو يسددها عشان يبرز صورة أو أصل بفكرة إن الأهلي فوق الجميع زي بالضبط ما قال الأهلي فوق الجميع وقت الانتخابات 1992 بعد السبع بنات كان فيه الباب المفتوح وفضل دايماً وهو رئيس نادي الأهلي الباب مفتوح لأي لاعب عاوز يسيب النادي الأهلي مهما كانت نجوميته لما قال الباب يفوت جمل لكن في 6 مايو 2002 البعض ظن إن شموع كابتن صالح سليم انتفقت لكن للأمانة في 6 مايو 2002 كان إشعال شموع صالح سليم السوداء ستظل دايماً مشتعلة وسيظل دائماً الأب الروحي العاشي للكيان